أقول من هذا المنبر أول مرة أدعو جماعة الإخوة المسلمين والسرورين إلى حل الجماعة واعتراب بالأخطاء الإعلان حل الجماعة يا أخي مهما كان إنسان إذا أخطأ طبيب أخطأ مهندس أخطأ إنسان أخطأ يعترف علماء أعترفه أنت قومت مشروع دنيوي أخطأ تقول أنا أخطأ أنا تسعين سنة أو حول مقرن في هذا الأخطاء وهذا الدماء وهذه الأغلاط وهذا العوج الفكري والعقدي خلاص قل أنا أعتذر وأحل الجماعة عشان تريحنا وتريح الناس وتريح الشباب وتريح الدول والأمم والشعوب خل الناس يدعون مثل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلا تنظيم سري ولا سردابي ولا ظلامي ولا تصادمي ولا دموي لا خلنا في بيوتنا وندعوه بنقرر كتاب الله سبحانه والصحيحة البخاري المسلمين وكتاب التوحيد المام الجدد وريض الصالحين ونهيش يا أخي وريحنا واعتذر يا أخي رح في بيتك عشان نرتاح اعتذر أولا حل الجماعة واعتذر على الأخطاء وأقولها من قلبي وسوف يسألني ربي يوم القيامة